بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة هندمس مع بعض الفول. طبعا انا مبحبش انقع الفول ليلى كاملة. هم بس تلات ساعات او اربع ساعات. معايا كيلو فول. معايا طمطنية كبيرة متقطعة. معايا كوباية فول آآ مدشوش مخصولة آآ وحطيت الفول المدشوش على الفول والطماطم. اما العدس مش هنحطه دلوقتي. لان العدس لما بتحطم الاول بيخلي الفول يلزق في ارضية الحن. طبعا بنغليله المياه في الاول. وبنحط عليه للمستوى آآ يعني مستوى في الحلة آآ تلات تربع الحلة كده بيبقى ملان. بعدين بنغط عليه ونسيبه على نار عالية لغاية لما يغلي. بعد ما يغلي المفروض تهد عليه النار خالص. فبنحطه على اصغر عين في البوتجاز ونهديه. ونسيبه بقى لغاية ما يلين معانا شوية يبقى طري شوية يعني استوى شوية مش كامل السوى. بنضيف له العدس. وبنسيب العدس فوق ما بنقلبوش ينزل ما نخلوش ينزل في ارضية الحل عشان ما يلزقش في الحل. بنسيبه لغاية لما يستوى بعد ساعة بنجي نشوفه بنلاقيه استوى ولونه زي ما هو فاتح. ما سودش ولا اي حاجة. هو تقيل تقل طبعا. هو لو شيرب الميا واحتاج تزود مياه بتزود مياه سخنة ماينفعش تزود مياه ساعة. اذا خد مرة مرتين عادي. وده شكله بعد ما طلع. اتمنى انتو تجربوه. وكل سلام انتو طيبين.